ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفين الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بداية دكتور حسام أرحب بك وأسألك أولا بعد إطلاق 89 قافلة طبية مجانية إيه هي المحافظات اللي هتتوجه لها هذه القوافل كالخير يا سيد أمير أنا بعتذحك والصوت ضعيف جدا لو أمكن بس نرفع الصوت قليلا طب حضرتك سمعني كده أستاذ حسام دكتور حسام حريك سمعني سمع حريك بصعوبة الحقيقة لو أمكن رفع صوت طب أنا حعيد على حريك السؤال تاني دكتور حسام حضرتك معي مع حضرتك كيف أنت تمام يا فندم بعد إطلاق 89 قوافلة طبية مجانية إيه هي المحافظات اللي هتتوجه لها هذه القوافل إحنا نتكلم تقريبا عن جميع المحافظات بداية من قنى والمينية البحر الأحمر مطروح سهاج الإسكندرية الحقيقة يعني تقريبا سوف تغطي المنوفية دمياط فالحق كفر الشيخ فنحن نتكلم تقريبا عن 27 محافظة سوف يتم أو رقم قريب من ذلك إطلاق القوافل الطبية 89 قافلة طبية في تقريبا جميع المحافظات المصرية القوافل دي تضم التخصصات الباطنة والأطفال والأنف والهدن والحنجرة والعظام والجراحة والرمض وحتى الأسنان بالإضافة إلى وحدات متنقلة للأشعة والتحاليل مع وجود الصيدلات المتنقلة لتوفير كافة الأدوية المطبوب طب دكتور حسام يعني عاوز أتكلم برضو كيف تتعامل هذه القوافل مع أصحاب الأمراض المزمنة أكيد طبعا وإنت ماشي في كل التخصصات في أمراض مزمنة هتتعاملوا مع هذا النوع إزاي يعني أنا الحقيقة بالكاد أسمع الخوطفة بقول لحضرتك يعني أكيد وحاك أنتوا ماشيين في كل محافظات مصر هيبقى في أصحاب أمراض مزمنة كيف تتعامل القوافل مع هذا النوع بالتحديد يعني زعني أقول هكي أنه هي كيفية أليه التعامل القوافل في لكم القوافل تتعامل مع الكشف الطبي على جميع المترددين على القافلة بيتم تقسيم المرضى إما إلى أن هم محتاجين علاج بشكل منتظم فده بيصرف لهم علاج للحالة ثم إحالتهم إلى أحد المستشفيات الحكومية عشان يبقى ليهم آآ علاج بيأخذ بشكل دوري أو أن الحالات تحتاج إلى تدخلات أكبر مما هو موجود في القافلة كعمليات جراحية أو تحتاج إلى فقصات أكثر فبيتم تحولهم إلى مؤسسات أو مستشفيات الإحالة إحنا كل القوافل بيبقى ليها مستشفيات بيتم التنسيق معها لتكون هي دي مستشفى الإحالة لإجراء التدخل الجراحي أو لإجراء فقصات أكثر تعمقا في حل إحتيار ففي حسب مكان القافلة بتبقى مرتبط بيها مستشفى أو اتنين من المستشفيات المبلوكة للدولة أو التابعة للدولة سواء كانت مستشفيات ودارة الصحة أو السكان أو المستشفيات الجامعية لتحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات أكثر أو أكبر من ما يمكن تقديمه من خلال القوافل دكتور حسام في الزل طبعا انتشار أزمة كورونا وحرص الدولة على سرعة تطعيم المواطنين هل ستقوم هذه القوافل بتطعيم من لم يتلقوا اللقاح؟ لا يا الحقيقة القوافل دي مخصصة لتقديم الخدمة العلاجية والجاجة لكن احنا مش محتاجين قوافل لتقديم اللقاح لأنه أماكن تقديم اللقاح سواء المتنقلة أو الثابتة هي منتشرة في كل المحافظات نحن محتاجين بس في الناس تقبل أكثر ويبقى فيه وعي لدى الناس بأهمية اللقاح وأن اللقاح هو حائط الصد الأول مع الإجراءات الاحترازية ضد شدة المرابة وضد ازياد معدلات الوفيات وبالتالي وخصوصا مع وجود التحورات الموجودة في الفيروس وسرعة الانتشار التلقيح ما زالت الوسيلة الفعالة الأمينة مع الإجراءات الاحترازية بمنع الانتشار الوبائي كما ذكرت وتقديم شدة المرض وتقديم معدلات الوفيات أكيد طبعا باتطفق معاك دكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان بشكر حليك شكرا جزيلا